بعد الرجوع من هاي ستيج ان تلعب أمام ريال مدريد وفلامينجو في أجواء مختلفة هل ده هيتأثر أو اللعب ممكن يتأثر من خلال عودته للبطولة الأفريقية ولا لا بس هاخد إجابة السؤال بعد ما يكون معنا دلوقتي كمان بنتكلم فنيا معركباتي لكن لغة الأرقام والإحصائيات كمان مهمة جدا في قرة القدم الدكتور أحمد بيومي معنا النهاردة عشان كمان نتكلم معاه في بعض النقاط القوة الضعف ايه اللي موجود بالنسبة لفريق الهلال السوداني بنرحب بيك يا دكتور أحمد يا دكتور أهلا سهلا بعد يا كابتين حبيبي حبيبي ننورنا ودايما متقلق ومنتظرين ايه بكرة يعني دايما كنت بتكلم مع الكاباتين كابتن مار همام وكابتن محمد حشيش بنتكلم على دايما مواجهات الفرق المصرية سواء على مستوى الفرق أو المنتخبات في السودان بتكون مواجهات قوية وليها يعني ليها تدخلات على المستوى البدن لكن خلينا كلمك على الهلال بدايته ازاي في هذه البطولة البطولة الأفريقية وبطولة دور الأبطال ومشواره كمان في الدور السوداني ونبدأ ناخد من دوت ونطبع على مباراة بكرة ان شاء الله يمكن طبعا المباراة الهلال ببداية ان شاء الله تبقى امطلاقة في البطولة الأفريقية ويمكن هي بتيجي طبعا بعد بطولة مهمة زي بطولة كاسة العالم الأندية وطبعا يمكن النادي الأهلي يعودنا دايما على التجاوز الفوز قبل الخسارة بمعنى ان النهاردة النادي الأهلي بيكسب بطولة بطولة أفريقيا بطولة الدوري ايا كان البطولة تاني يوم بيلاقي اللعيبة بتبتدي انها تتمرن عشان تشوف البطولة اللي بعديها وده يمكن القدر النادي الأهلي طب بالنسبة للخسارة او الهزيمة بنلاقي ان النادي الأهلي بيبقى عنده قدر برضو على تجاوز الهزيمة ولكن بيبقى في هيئة دروس مستفادة ويمكن أكثر درسين مستفادين خلال بطول الكاسة العالم الأندية عندنا طبعا إهضار الفرص النهاردة أنت بتلعب فرق من خلاص إيه يبقى عندك القدرة على إنهاء الهجمة يبقى الكواليتي بتاع الفنش يبقى أعلى من كده بحيث أي فرصة جي لك أنت تقدر تستغلها وخاصة لو فرق كبيرة مش هجي لك فرص كتير مش هتكرر كتير بالظبط نفس الكلام أو تاني درس ممكن برضو يكون مستفاد من بطول الكاسة العالم الأندية الأخطاء الفردية واللي يمكن كان لها الكلمة العليا ويمكن خلال الأخطاء الفردية اللي ظهرت من بعض اللعيبة وكان بسببها أن يدخل أهداف في مرمى الأهلي ده سريعا بالنسبة لكاسة العالم الأندية خلينا ننطاقل برضو ممكن نستعرض بالنسبة للمباراة الأولى إن شاء الله غدا أمام الهلال السوداني ممكن نستعرض مشوار الهلال السوداني خلال المستوى الأفريكي أو المستوى الدوري المحلي هنلاقي أنهم على المستوى الأفريكي طبعا وجهوا خمس مباريات خلال الدور الأول التمهيدي والدور التاني التمهيدي وبالنسبة برضو على المستوى الدوري طبعا هم لعبوا 17 مباراة الملاحظ حاجة الملاحظ أن هم لم يهزموا في ولا مباراة على أرضهم يمكن هم خلال الدوري السوداني خسروا مباراة لعبوا 17 مباراة مخسروش ولا مباراة على أرضهم خسروا في مباراة وحيدة كانت أمام الأهل الخرطوم وبالنسبة طبعا على مستوى الأفريق برضو خسر المباراتين ولكن برضو كات خارج أرضهم يبقى الملاحظ خلال مشوارهم على مستوى الأفريق أو المستوى المحلي ما بيخسروش على أرضهم ودي نقطة برضو برضو النادي قال لي ما كسبش النادي الهلال السوداني قبل كده على أرضه ودي أعتقد أنها تبقى بس العقبة الوحيدة النمى بينزلوا ضغطين على الفريق لقدامهم بشكل كبير ده ممكن اللي نستعرضه من خلال المشوار النقطة التانية برضو ممكن نستعرض المعدل العام التحليلي طب ليه نستعرض المعدل العام التحليلي اللي من خلال بعض الأرقام التحليلية تقدر أن أنت تستشف الأسلوب أو طريقة لعب الهلال السوداني فهنلاقي مثلا لو استعرضنا جدول المعدل العام التحليلي نلاقي خلال السبعتاشر مباراة هنلاقي أن معدل استحوازهم بيصل لواحد وستين في المية طيب ده عندهم نسبة استحواز جيدة جدا بالضبط ولكن على الأخذ في الاعتبار حاجتين أخذ في الاعتبار أول حاجة قوة المنافسة أو قوة المنافسة دي برضو بتأثر يعني أنا ما أقدرش أقول إن واحد وستين في المية ده رقم صحيح ممكن يكون رقم خادع لي علشان كده خلينا نشوف الاعتبار التاني الاعتبار التاني نشوف معدل التمريرات هم عندهم قدرة إزاي جوه الملعب يترجموا الاستحواز ده لتمريرات هنلاقي أن معدل التمريرات بتاعتهم ربعمية وطمانتاشر تمريرة خلال ربعمية وسبعة تمريرة صحيحة خلال المباراة وده يعتبر معدل منخفض يبقى إزا فعلا الواحد وستين في المية ده يعتبر رقم خادع هي فرقة مش بتلعب على الاستحواز بشكل كبير ولكن ده راجع لقوة المنافسة تاني نقطة بس ممكن نحن نستشفها من المعدل العام التحليلي معدل العرضيات وده رقم مهم جدا هنلاقي أن هما في المباراة الوحيدة بيعملوا 16 عرضية ده يعتبر فعلا أو شكل طبيعي لأن هما عندهمش قدرة ينقلوا القرات جوه الملعب فهيبتدوا يلجأوا للأسلوب التاني وهو أسلوب القرات الطلية العرضيات كرات العرضية زي ما بنتكلم ممكن جدا برضو يعني ممكن جدا القرى للعرضية تتعامل من نص الملعب مش لازم توصل لحد نهاية الملعب وتبدأ تعمل كرة عرضية وبالتالي برضو الرقم لازم الناس تتتربف شوية لأنه من وسط الملعب بيلعب كرة عرضية داخل 18 ممكن تكون لحد اللق Avig والرقم يعني ممكن يكون خادع بالنسبة للناس طيب خلينا نتأكد برضو من النواحي التحليلية دي نشوف إحصائية مباراة الهلال وسان داونز آخر مباراة طبعا اتلعبت هنلاقي أنهما على الرغم من تفوق سان داونز في جميع مجرات المباراة يعني هنلاقي طبعا سان داونز كسب 1-0 هنلاقي الفرص لسان داونز 6 مقابل 2 بس للهلال هنلاقي نسبة الاستحواز 66% لسان داونز نفس الكلام بالنسبة للتمريرات التمريرات سان داونز هنلاقي 637 تمريرة إذن أنا عايز أقول أن سان داونز كان مسيطر على جميع أجزاء المباراة ولكن الحاجة الوحيدة اللي الهلال بدأ أنه عنده القدرة يتفوق فيها هنلاقي العرضيات تاني 14 عرضية مقابل 5 يعني مع أنه خسر جميع مجرات المباراة مع عدل عرضيات هنلاقي الهلال برضو بيعمل 14 عرضية مقابل 5 بس طيب خلينا برضو نستعرض أو نترجم دوت نشوفه على المستوى النواحي الفنية جوة الملعب هنلاقي مثلا آخر مباراة اتلعبت في الدوري السوداني هما لعبوا أمام الأهل مروي هنلاقي أنهما أول هدف ممكن لو استعرضنا الهدف ممكن هنلاقي أنهما الهدف في أول دقتين كانوا من عرضية نفس الكلام برضو بنقول أنهما بيلعبوا على العرضيات يعني أنت بتتكلم من نقاط القوة على مستوى الأرقام اللي بتترجم على المستوى الفني أن عندهم عرضيات كثيرة جدا بيلعبوا بجرات عرضية وآخرة كان مباراة في الدوري السوداني الأهل مروي بالظبط هنلاقي أنه دي بداية بيضغط وبعد ذي بيقطع الكورة تاني نقطة هنلاقي أنهما العرضيات دي أساس لعبهم ممكن برضو أنه بعد ما نستعرض الهدف اللي جابهوه من عرضية نستعرض برضو طريقة اللعب أو المين فورميشن بتاعيتهم طريقة اللعبهم بتتم إزاي جوة الملعب يريد برضو نعرض الفيديو هنلاقي أنهما بيلعبوا بأربعة اتنين تلاتة واحد قد أربعة وبينزل اتنين ارتكاس جوة الملعب أربعة اتنين تلاتة واحد بالظبط واضحة جدا هنا طبعا الاتنين ارتكاس سواء ديفيد أو بالنسبة اللي هو ولي الدين 4-2-3-1 هنلاقي برضو زي ما حدك شايف بيلعب على الكرات الطولية آه مدلة ده يعني برضو انت بتتكلم على فرقة مش عايزة استحواز كتير ممكن جدا من تنقل الكرة الطولية وبالتالي لازم يكون عندنا تمركز هايل ونقفل الجابهة اليمين وشمال عشان نقفل المجموعة العرضيات يعني أنا حدك لو لاحظت هنلاقي انهم حتى مع ان الرباعي الدفاعي فضيين جدا ممكن يبني برضو بيلعب كرة طولية ده يمكن كده شكل عام لطريقة اللعبة طيب انت من رأيك ابرز اللعيبة مين يعني ابرز اللعيبة على مستوى الخطوط تقدر نقول عندهم لعيب مميز او ممكن يمثل خطورة على النادي الاهلي مين يعني لنا مثلا المكابي دوت المفروض هو الهدف بتاعهم على مستوى الدوري السوداني يمكن لهوا لعب حوالي 14 مباراة هو طبعا جناح بيلعب ناحية اليمين وناحية الشمال احرص 7 اهداف وصنع 3 اهداف بالنسبة على طبعا ده على مستوى الدوري السوداني طبعا هو طبعا من اكثر اللعيبة محاولة على المرمى يمكن هو الموتش اللي بالنسبة للساند داونز هو كان احتياطي بعد كده نزل وبيحصل تبادل سواء جناح يمين او جناح شمال اه يعني بيتحرك من يمين لشمال بيحصل سويتش كتير بالضبط نفس الكلام بالنسبة لامورو اامورو برضو من احد المدافعين او الباكليفت بيبتدي برضو ضكة العرضيات عنده كبيرة جدا وبالنسبة برضو لنواحي الخطورة انتك لبت يعني الجابة الناحية اليومنا بالنسبة لنا اللي موجود فيها محمد هاني او الشحاجي بالضبط تاني نقطة برضو من نقاط الكوة اللي موجودة على مستوى اللعبين هلاقي برضو عندنا محمد عبد الرحمن اللي هو المهاجم بتاعهم الصريح هو برضو يعتبر تاني هدفين هو احرز اربع اهداف مشارك في تابع المباريات واحرز اربع اهداف تاني محاولات على المرمى 18 فيهم 10 على المرمى عنده التحامات هوائية 16 ليه الرقم ده كبير علشان العرضيات هم فعلا اسلوب لعبوهم بيلعب على عرضيات فهنلاقين 16 التحام هوائية هو أفاس بيهم ده نتيجة برضو ان بيعكس اسلوب لعبوهم هم بيلعب على العرضيات بشكل كبير عنده سرعات يعني بيتميز برضو من نوع من انواع السرع اللي احنا في اللاقة حتى اللي شفنا اللي هو داخل ال 18 وواضح ان عنده سرعات عنده سرعات اخذ الستب قبل المدافع وجاي مجمع الجنب بتاعه وقدر ان هو ياخده الكورة ويحرزها الهدف طيب على مستوى بقى الادارة الفنية خارج الملعب الاتنين المدربين عملنا مقارنة ظريفة كده برضو نشوفها من خلال الجدول اللي انت حطه لان زي ما بنتكلم كلر من خلال تصرحاته عنده سرقة بيرة جدا في العبو لكن كمان عارف المباراة صعبة يعني هو قال المباراة صعبة واحنا جايين مركزين كويس قوي عندنا ثقة في نفسنا من الاداء الجيد اللي اشتغلنا عليه في كاس العالم الاندية على الجانب الاخر طبعا الهلال خسر المباراة الاولى بالنسبة له امام سان داونز وبالتالي هي مباراة لا تقبل القصمة على اتنين نلاقي برضو المباراتين اللي اتهزم فيهم مارسل كولر كان يعتبر في كاس العالم الاندية اول المباراتين طبعا يعني تقييم يكون ظالم شوية نحكم عليه بالعكس هو ظهر بشكل كويس جدا يقدر يطور على المستوى الفني للعيبة نلاقي ان هو طبعا خاض الاهلي في اربعة وعشرين مباراة مقابل اتنين وعشرين مباراة لفلورنت طبعا المدير الفني اللي نادي الهلال طبعا برضو مدير الفني كبير على فكرة كسب كونفدرالية مع نهضة بركان نهضة بركان بالزبط وكان قاد منتخب الكونغو يعني المدرب عنده خبرات وعنده رؤية وفيجن وعنده خبرات في البطولات الافريقية وصرح طبعا تصريح بالنسبة للمباراة امام النادي الهلال مش هكون مباراة سهلة وصرح برضو ان هو هينزل يكون ضغط ويقدر بقدر الامكان ان هو يكسب النادي الاهلي هلاقي برضو ان هو طبعا خصر بالنسبة لفلورنت هو خصر في المباراتين او تلات مباريات بالنسبة للمباراة في الدوري المحلي ومباراتين في افريقيا ده يمكن كده على مستوى النواحي الرقمية بنشكرك يا دكتور دكتور أحمد بيومي بنشكرك شكرا جزيلا كالعادة بتنورنا وبتسعدنا هنا في المحترف الدوري المصري وان شاء الله كل التمانيات لفوز في رقيتنا ان شاء الله كبير يا طبعا كابتن هنا يكون متعجب معكم ان شاء الله بالتوفيق بكرة للنادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله يعني دي يعني هنطلع لفاصل سريع دي على مستوى الأرقام والإحسائيات لسه هنرجع لنجومنا الكبار كابتن ماهر همامو كابتن محمد حشيش عشان نتكلم شوية فنيا عن هذه المباراة بعد الفاصل اشتركوا في القناة